في الحقيقة الاتهامات التي وجهت كثيرة لكن لا تجد ولا تستند على موقف قانوني أو وثيقة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس القضاء بالعكس كانوا داعمين لعمل المفوضية وليس مؤثرين بعملها أو قراراتها قراراتها كانت مستقلة وكان السادة القضاء في كل قرار يتخذ خاصة في مسائل ما تتعلق بالانتخابات يوم الاقتراع أو الطعون أو الشكاوة كانت تصدر قرر مجلس المفوضين أو قرر مجلس المفوضين برد الطعن أو قرر بعادة عدو فرز فكل القرارات التي كانت تنتج هي بقرارات بمجموع مجلس المفوضين متكامل وكان مجلس المفوضين اجتماعاتي تكون شبه يومية أثناء عمليات الطعون وعمليات العدو الفرز ولن تتأثر المفوضية بأي قرار لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس المجلس القضاء العلى ولا حتى من رئيس الوزراء من ضمن الضغوط والانتقادات التي وجهتمها وجهتها المفوضية هي الحديث والتعليقات عن عملية الطعن بالطعون كيف تم التعامل معه هنا الحقيقة القضية الطعون اليوم نحن نتعامل مع مجلس المفوضين سبعة من عند قضاء من الصنف الأول واثنين منهم من المشتشارين أحدهم كان رئيس محكمة الموظفين موظفي الدولة فكلهم خبرات وكلهم يمتلكون القانون ويطلعون على مضامين القانون ما ممكن أن صدرون قانون أو يلتزون القانون هو غير إجرائي وغير مضمون بعملهم أثناء عملية الانتخابات وبذلك المفوضية لن تمدد فترة الطعون الآن اليوم اتصلوا بي بعض المرشحين يقولون هل فعلا أن المفوضية الآن مددت؟ الآن مددت نحن نوضح هم يقولون الآن مددت الطعون المفوضية التزمت بفترة قانونية ما ممكن التجاوز عليها لا من المفوضية ولا من غير المفوضية ولكن هي منحت فرصة لثلاثة أيام لملاحق طعون لتقديم الأدلة والبراهين التي تدعم الطعون وبذلك كل فترتنا كنا ملتزمين برقم واحد الطعون هو 1436 طعن حضرتك يعني أنتم أيضا ما زلتم يعني مع الأدلة يجب أن تقدم الأدلة مع هذه الطعون سمعت حتى حضرتك حتى الضيف من أربيل كان مع زميلة لميس عن الحزب الكردساني يعني تحدث عن كيفية ممكن احتساب يعني إلغاء أصوات وليس إلغاء يعني كل الأصوات في هذه المحطة طيب كيف هنا حتى كلام هذا حضرت الأستاذ هناك في أربيل يجب أن يقدم بأدلة؟ نعم بأدلة وأولا هذه القرارات عائدة للهيئة القضائية وليس للمفوضية يعني حتى الضيف الأخي العزيز يقول المفوضية هي من مفوضية هذه قرارات الهيئة القضائية والمفوضية ملزمة بها لأن قراراتها باتها وملزمة التنفيذ هي اللي لغت هذه المحطات من وجهة نظرها القانونية أما المفوضية فكانت في الحقيقة عدة فرزة هذه المحطات من جانب فني واحتسبة الأصوات نعم دكتور عيماد ربما تبعت اليوم نتائج الاجتماع الذي عقد ما بين الكثار الصدرية وقوى الإطار التنسيقي والقوى المعترضة على نتائج الانتخابات والتي أبدت في نتائج هذا الاجتماع أنها ستظل مستمرة في إجراءاتها القانونية وتعول على نتائج المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية هل يحق لها رفض نتائج الانتخابات أو موفقتها مجرد أمر شكلي؟ في الحقيقة هناك شكاوى مقدمة من المحكمة الاتحادية من قبل التنسيقية وأيضا من قسم من عدها جثت بها استفسارات المفوضية وتمت الفرق الفنية والقانونية والإدارة إجابتها ورجعت الإجابة المحكمة الاتحادية هي أنه صادق على النتائج أما هذه القرارات فهذا يعود للقضاء نحن لا نتدخل به في الحقيقة نعم سيدي بشات المجتمع الدولي كانت هنا شفافية كبيرة في الانتخابات التي أجريتها بعملكم لم توجه هناك أي اتهامات من أي جهة كانت مطلعة عليها حتى إعلاميا ولكن ما أبرز العقبات التي واجهتمها خلال الشهرين الماضيين؟ الحقيقة هي اتهامنا بعمليات التلاعب والتزوير في حين كل الشكاوى البالغ عددها 397 وكل الطعون البالغ عددها 1436 وكل ما يقال الآن هو قضايا فنية بحثة لم يشر لا شكوى ولا طعن ولا أنه هناك بمضمون هذا الطعن وجدوا هناك محطة واحدة أنه فيها أثبت التلاعب أو تزوير طيب أنتم كل هذه التعليقات أحيانا تصل إلى الطعن بهذا الشكل وبدأ عدم وجود أدلة أنتم كمفوضية لديكم حق رد بطريقة قانونية مثلا كيف ممكن أن تتعاملون فقط مجرد التعليق على ما يتم طرحها؟ لا 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 نحن كل الطعون جاوبناها بشكل قانوني مكتوب فني أو قانوني أو إجرائي وأيضا نحن بالنسبة كل اللي يتوجهن من القضاء من أسئلة وستفسارات نحن نتحدث عن الاتهامات خاصة في الإعلام الاتهامات خلي يتهموا اللي يتهم خلي يتهم نحن في الحقيقة اليوم مو قاعد نقعد بمساجلات وردات هسا خلن نخلص من مصادقة المحكمة الاتحادية وبعدين نفرغ الحقنا إن شاء الله وبعد ذلك المحاكمة تكون إنهم وإلهم طيب إذن الأعين الآن تتجه صوبة مصادقة المحكمة الاتحادية متى نتوقع هذه المصادقة؟ معرفة غير معلوم الوقت؟ هل هناك توقيتات معينة؟ هي غير ملزمة بوقت محدد غير ملزمة به يعني قد يطول الأمر؟ ممكن بثلاثة أيام وممكن بعشرة أيام وحسب ما تنهي عمل هالمحكمة هل هناك توقيتات معينة؟